في تطور سريع لأزمة الفنانة من شلبي واتهمها بالإتجار وحياة المخدرات والتعاطي أمرت النيابة العامة اليوم بحالة المتهبة من شلبي للمحاكمة الجنائية لمعاقبات على ما أسند إليها من إحراس جوهر الحشيش المخدر بأصد التعاطي في غير الأحوال المصلح بها قانونا وقد أقامت النيابة العامة دليل القبل للفنانة المتابة من شلبي من شهادة خمس شهوده على الواقع وما توصلت إلى تحريات الشرطة مصوبة بتسجيلات ألات المراقبة بمحل ضبطها فضلا عامة أصفر عن فحص المعمل الكيماوي للمصبوطات المعصورة عليها بحوزاتها كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقتها مع الفنانة من شلبي بعد ضبطها بالاستماع لشهادة من خمس عاملين بمطايق قائرات دولي والتي كان حاصلة أن فحص حقاب المتهمة بالجهاز الآشع أثناء نهانية الإجراءات الجمهورية يظهر خلال وجود كسافة عضوية بداخلها فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أصفر عن العصور على مد مخدرة بالحقائب فقلق القبض على المتهمة من شلبي وضبط ما بحوزاتها من مخدرات وقد شهدت النيابة العامة في تجاهات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمهورية والعصور على المضبوطات داخل حقائبها وأثبت تأرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهرين المخدرين وهما الحاشيش والقنب المدرقين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات كما شهد مجرى التحريات حول الواقع بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازاتها بقصد التعاطي وبناء عليه تم إحالة الفنانة من شلبي إلى المحاكمة الجنائيا على ما أثنت إليها والتهمة هنا ستكون بالحيازة والتعاطي وليس الإتجار وانا هيبقى فرق كبير أو في مدة الحكم اللي هتاخده بعد كده الحكم كده هيتخفف يعني مش هيبقى مش هيبقى مش هتبقى قضية إتجار هتبقى قضية تعاطي فقط وحنبقى معاكم في أي جديد في قصة من نشاط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة